عقد تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا حول قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة ناقش الصالون نجاح السياسة المصرية خلال السنوات الماضية على المستويات كافة وأيضا ناقش دور مصر المتوازن مع جميع الأطراف ودورها المحوري في القضية الفلسطينية خاصة في الأحداث الأخيرة وكذلك رؤية مرشحي الرئاسة تجاه مواقف مصر السياسية خلال الفترة الماضية ورؤيتهم المستقبلية لعلاقات مصر الخارجية وكيفية زيادة التعاون والتواصل مع دول القارة الإفريقية عشر سنوات أعتقد كان يسبقهم أيضا أحداث مليئة محتاجين نحن نوضحها ومحتاجين نحن نلقي الضوء عليها لأن هذه الأحداث استنزفت الدولة المصرية يمكن في فترة من 2011 إلى 2014 مرت الدولة المصرية بأصعب ظروفها وبأصعب توقيتاتها في كل المجالات في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأيضا في المجال الأمن لأن دولة المصرية كل المؤسسات تأثرت بما حدث فيه فترة حكم جماعة كانت تريد أن تختطف الدولة المصرية الثلاث سنوات دول يعني أعتقد أنه معظم مؤسسات الدولة المصرية تأثرت تأثر كبير جدا علاقتنا الخارجية بالدول الخارجية وسياسة مصر الخارجية خلال ثلاث سنوات أيضا تأثرت يعني أعتقد أنه في الفترة من منذ تولي السيد الرئيس عفتاح السيسي في 2014 كان هناك تحديات نقدر نقول تحديات وليس إنجازات لأنه التحديات كانت بتواجه الرئيس كيف يعيد للدولة المصرية هيبتها كيف يعيد للمؤسسات الدولة المصرية مكانتها كيف يعيد لمصر دورها بالنسبة للسياسات نحن بنشوف أنه مصر الوقت اللي جاي يجب أن تأخذ دور أكثر مما هي أخذته في الفترة وأكثر مما هي تلعبه الآن مصر بموقعها الجغرافي بتاريخها الحضاري والسياسي يعني تراجع دورها في السياسة الخارجية إلى بعض الدرجات وده يمكن أثر كتير في الأزمات الاقتصادية أثر في مشاكل حوالينا وبعض الدول اللي كانت يعني متحلفة معنا ابتدت يتراجع مساعدتها أو تحالفها نتيجة لتراجع دور المصري ومحتاجين أن يبقى عندنا يعني امتداد لعلاقات مع دول كثيرة ولا نعتمد على التحالفات القديمة والتكتلات الموجودة وده جزء من البرنامج أن ننشئ علاقات وتحالفات في مستويات من الدول لم نتطرق لها ونأخذها إلى عمق جاد في العلاقات السياسية زي الدول الأسيوية، الدول الأمريكية اللاتينية، العلاقات الأفريقية اشتركوا في القناة